الحمد لله والشكر اللي انبالح سوبر سيدات النهاردة سوبر رجال ايضا انا بشكر جدا جدا ادارة قناة ريد الاهلي على ان احنا قدرنا نزيع المباراتين دول فيه ناس دايما تقولك ايه يعني انتوا ما بتزعوش يعني هو فكرة حضراتكم ان احنا بيبقى عندنا مثلا ان احنا عايزين نزيع الماتش او احنا عارفين نزيع الماتش ومش عايزين نزيعوا مثلا او مكسلين مفاوضات لغاية اخر لحظات لغاية اخر اللحظات ممكن يتقالك لا 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 ولكن الحقيقة مفاوضات دائما لغاية اخر اللحظات ولكن عندك ادارة الحمد لله والشكر لله وقفة في ظهر ادارة الشركة وقفة في ظهر ادارة القناة بتخلينا نقدر نعمل اللي احنا عايزينه ونوصل او اللي الجمهور عايزه اللي الجمهور عايزه سواء المهندس سيف الوزيري المهندس سراج الاستاذ اهاب كل المجموعة اللي موجودة لحقيقة كلهم بيستحقوا الشكر لانه الكل الحقيقة عايز يعمل اللي جمهور النادي الاهلي عايزه وده بنشوفه خلال الفترات اللي فاتت صدقوني المباراة بتبقى عندنا لو عندنا بنبقى احنا اكتر ناس سعادة ان احنا نزيح الماتشات دي هو احنا بتزعلوش مني يعني الماتشات دي لما تبقى عندي وتتحط على الشاشة زي ما حضراتكم بتتفرجوا وحضراتكم تتبستو وحضراتكم تتفرجوا على المباراة على شاشة قناة النادي الاهلي دي اسعت حاجة في الدنيا تسعدني انا كادارة او كاي حد احنا موجودين اصلا عشان خطر حضراتكم الفرحة زي ما حضراتكم شايفانا من داخل قناة النادي الاهلي الاهلي يتوجب كاس السوبر لرجال السيداء للرجال والسيدات في الطائرة فعشان كده عندنا شركة محترمة يرقصها المهندس السيفي الوزيري وايضا على الجانب الاخر مجلس ادارة بيقولك ما تعملوش حاجة غير للجمهورة عايزه وبالتالي بتتلاقى الامور وبنصل للي حضراتكم شايفين ولكن مش بن يلا جماعة والنبي لا في مفاوضات طويلة جدا واشاقة جدا عشان نصل ان احنا نضع المباريات على الشاشة فمحدش يبقى فاكر ان احنا عندنا المقدرة ان احنا نعمل كده وبنعملش بالعكس الكل الحقيقة سواء المهندس السيف او كابتن محمود الخطيب او المهندس السيف الوزيري الاتنين الحقيقة دايما يقولك اللي الجمهورة عايزه يتعمل فالحقيقة تتويج بكاس السوبر لرجال الطائرة من خلال شاشتكم شاشة قناة النادي الاهلي ايضا تتويج بكاس السوبر للسيدات في الطائرة من خلال شاشتكم شاشة قناة النادي الاهلي والفرحة والفوز واللقاء مع كل اللاعبين والمرسلين اللي متوجدين في كل مكان الحقيقة حاجة تحترم جدا وحاجة يعني يجب ان احنا نشكر الادارة عليها والتعاون الكبير ما بين ادارة النادي وادارة الشركة في الوصول إن إحنا يبقى موجود عندنا مثل هذه المباراة على فكرة موضوع مش بسيط الموضوع مش بسيط ولكن في النهاية بنحاول على قد ما نقدر أن تكون طلبات جمهوري نادي الأهلي يعني كان في بعض التعليقات على المعلق المباراة لكن شفنا إنه لأ لازم يكمل وكان إنه رجل الدكتور مروان عامل شغل كويس جدا في الفترات السابقة نهاردة الحقيقة أدى بشكل رائع فبنشكره على الشغل اللي عمله النهاردة وهو ده اللي إحنا عايزينه دايما إحنا بنشتغل داخل قناة النادي الأهلي وهو ده اللي يهمنا أي تعليقات بتجينا من الجمهور بنبقى بنبص عليها وبنشوفها علشان نحلها مش بنعملها وخلاص لا أو بنعديها يعني لا بالعكس كل الإدارة بالمناسبة مش إسلام ولا أمم لا كل الإدارة فعشان كده أنا بقول لحضراتكم الواحد دايماً بيبقى سعيد لما بيشوف مكسب النادي الأهلي للبطولات على شاشته على شاشة ناديه من خلال المرسلين والمتواجدين في كل مكان فمرة تانية أنا بقول لحضراتكم إن مثل هذه المباراة عشان تبقى على شاشة خلال النادي الأهلي صدقوني المفاوضات بتفضل لللحظات الأخيرة لللحظات الأخيرة ودائماً ما يكون هناك تعاون كبير جداً ومسندة ودعم كبير جداً سواء من المهند السيف الوزيري أو من الكابتن محمود الخطيب في مثل هذه الأمور طيب كسبنا السوبر في السلة أو في الطائرة يا رب تبقى فالخير وكسبنا السوبر في الطائرة سيدات ترجمة نانسي قنقر